أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقعات لاعتزام إسرائيل لإرسال وفد إلى قطر الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاق جديد مع حركة حماس لتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يأتي ذلك في ظل استمرار إسرائيل في عدوانها الشامل على قطع غزة وما يتسبب فيه ذلك من خلافات عميقة داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب عدم تحقيق الأهداف المعلنة من العمليات العسكرية في غزة ترجمة نانسي قنقر